مع هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن اسم عظيم ومبارك من أسماء الله الحسنى ضمن سلسلة شرح أسماء الله الحسنى اليوم نتوقف في رحلة مع اللطيف جل وعلا نتواصل إن شاء الله الآن في هذه اللحظات ينضم إلينا مستمعينا فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف حياكم الله شيخ سمير أهلا بكم أستاذ المستمعين ومعذرة للتأخير لا بأس شيخ إن شاء الله وبارك الله فيك على حرصك على الوصول شيخ شيخ يعني تحدث الإخوان الزامل الخير بمشاركات طيبة لكن تحدثنا بداية شيخ عن معنى اللطف وندخل إلى اللطيف جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإسم اللطيف سبحانه وتعالى من الأسماء التي تدخل في كل اسم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى سبحان الله وكذلك يستعملها الناس بل يحبونها الناس كثيرا 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 وإن معنى اللطف قبل أن نتكلم عن اسم الله عز وجل اللطيف معنى اللطف له معاني كثيرة في دنيا الناس وحتى عند الله تبارك وتعالى وهناك اشتراك في المعنى بين ما عند الناس وما عند الله إلا أن الرب رب والعبد عبد كما نقول وعلى ذلك حينما نتكلم عن اللطف فإن اللطف من لطف يلطف لطفا أو لطف لا يعني فتح اللام والطاء والبضارع أيضا كده يلطف هذه الأولى بمعنى الشيء الدقيق الجرب الدقيق يعني اللي هو الحجم الصغير الخفي الذي يكاد أن يخفى على الرأي الذي يتوصل إليه بأشياء غير المعودة عند الناس الأمر الثاني أو التعريف الثاني أنه من لطف يلطف يعني رفق به لطف فلان بفلان يعني رفق به ولا يقتصر معناي اللطف على ذلك وإنما يأتي أن الله تبارك وتعالى أيضا أو أن اللطف فيه معنى القبول ومعنى الجذب وعلى ذلك يقول هذا رجل لطيف غير يقول لك رجل قبيع لطيف ليه لأنه بدر منه كلام حسن أو صورته حسنة أو معاملته حسنة فأقلق قبول من الإيه قبول من الناس وعلى ذلك تقول رجل لطيف اللطيف أيضا اللطيف له أيضا بعض المعاني الأخرى التي هي يعني حينما نقول بثلا أن هي تدخل فيه كثير من الأسماء فمثلا واحد عالم مثلا من البشر فنقول سبحان الله لطف علمه أوصله إلى ما أوصله إليه يعني إيه يعني مثلا رجل إحنا كلنا مشايخ كلنا علماء في بعض الناس عنده دقة في الفهم هذه الدقة اسمها لطافة الفهم نعم لطافة الفهم هذه هي التي تميزه عن الآخرين وعن الباقي ولذلك نقول عنده إيه دقة في الفهم أو تمحيص في الفهم هذه الدقة اسمها إيه اسمها لطافة هذه المعاني كلها التي هي معنى اللطافة أو معنى اللطيف تنطبق على الله تبارك وتعالى في كل الأحوال وعلى ذلك نرى أن اللطفة من الإمكان أن يكون دقة في الفعل وأيضا رفق بالإيه بالعباد أو بالمخلوقات وطبعا الله تبارك وتعالى مقبول وحتى أن احنا بقى تأخرنا نعطي الزبدة من الموضوع بصورة سريعة حينما نقول أو نريد أن نفسر معناي اللطف الأصليين على الله تبارك وتعالى بمعنى الدقة أو القرم الصغير لا يحسب أن أحد أن الله تبارك وتعالى صغير عجمه أبدا ولا يحسب أن الله أن الله تبارك وتعالى يعني يتدخل بأشياء كده منزه منزه عن كل ما خطر ببالك طب الدقة هنا يعني قال الدقة أن يأتيك الله بما لا تحسب وأن يأتيك الله بما لا تعرف ولذلك نقول قعدئيات أن العقل العقل لا مجال له في اللطف بمعنى لا يستطيع العقل أن يحسب مجال اللطف عند الله تبارك وتعالى ولذلك يقول لك ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب عدم الحسبان ليس في حسابات العقل لأن العقل دائما يحسب كل شيء من الإمكان أن يصل إليه ولكنه ليس له نصيب في اللطف إذ أن اللطف لا يأتي بالحسابات البشرية من أجل ذلك وجب على الناس جميعا أن يعلموا لا تستخدموا عقولكم في ألطاف الله فألطاف الله تبارك وتعالى تأتي والعقول لا تحسب لا حسابة بل لا تعرفها بل لا تدركها بل إن الله تبارك وتعالى يأتي من حيث لا تعلم ومن حيث لا تدري من أجل ذلك هناك فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة غير المسلمين في البأساء والضراء حينما يكون الإنسان في بؤس وحينما يكون في ضرر فإنه يتعلق بلطف الله دون ما يدري لشيء ركبه الله في فطرته ويقول إيه ويقول الله دعاسى أن يكون ذلك خير واحد مثلا يعني إحنا تأخر نحن الآن في الله لعله خير إن شاء الله نقول إيه لعله خير ولا إيه ولا نأخذ بقلبنا وعقلنا على من عطلنا أبدا ليه؟ قال لأنك لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع ليه؟ قال لأن حسابات الله عز وجل وتصرفاته غير حساباتك وتصرفاتك والطاف الله غير إيه؟ غير عقله وعلى ذلك حينما ينظر الإنسان إلى نفسه لا يختار إلا حياته التي اختارها الله تبارك وتعالى له من أجل ذلك لا بد أن يفهم الناس جميعا أن عقيدة المسلمين تتعلق بحاجة اسمها ألطاف الله في الضراء والمصائب وعلى ذلك حتى يقول بعض الناس هنا في كلامه يقول وكم لله من لطف خفي يضق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي منه إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالفرد الواحد العلي سبحانه وتعالى من أجل ذلك نرى أن كلام الله عز وجل حينما يتكلم معنا في قوله مثلا إن مع العسر يسرا أو في قول الله تبارك وتعالى انظر حينما يجعل الله تبارك وتعالى اليسر مع العسر يأتيك عسر وعقل الإنسان يحسب العسر من كل جهة ولا يرى مخرج من هذا العسر أبدا لأن عقل الإنسان يأتي بالماديات ويحسبها أنا عندي كذا وعندي كذا النتيجة كذا ولكن الكون لا على مزاج أحد ولا الدنيا على مزاج أحد ولا الخلق حتى كلهم على مزاج أحد وإنما هي على إرادة الله تبارك وتعالى من أجل ذلك لما يقول الله عز وجل إن مع العسر سبحان الله جعل في طيات العسر يسرا وعلى ذلك ترى أن اليسر في العسر من ألطاف الله الذي لا تدركه العقول وكذلك يأتي الله تبارك وتعالى في كثير من القرآن ويحدث عن الصحابة ويحدث عن الأنبياء من قبل فيقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين يعني سبحان الله الرسل تظن أنها كذبت وأنه لا يوجد أحد يؤمن بها وأنه حسابات البشر ولكن الله له ألطاف لا يدري هذه الألطاف إلا الله عز وجل إذن لا بد أن نفهم أن معناي اللطف بدقته وكذلك برفقه له أشياء كثيرة فمثلا حينما نضرب المثل بالدقة في اللطف في اللطف نرى أشياء عجيبة وفي أنفسكم أفلا تبصرون إزاي قال أن الإنسان في بطن أمه جنين نعم لا حول له ولا قوة في ظلمات ثلاث صحيح مش كده ولا إيه نعم ولكن الله تبارك وتعالى يجعل له التغذية طريق الإمداد الإمداد من سرة الأم وسبحان الله هو في بطن الأم أنا آسف يعني وبطن الأم أيضا مليئة بالأشياء اللي مش كويس نعم ولكن الله يحجز هذه الأشياء اللي مش كويسة ويعطيه الأشياء الطيبة حتى أن الإنسان يتغذى في بطن أمه بإرادة وبألطاف الله عز وجل هذا من الدقة هذه من دقة خلق الله تبارك وتعالى في تصرفات الأشياء ومن ألطاف الله عز وجل نعم كذلك شوف أنظر كل الناس يعرف ذلك نعم لكن لا يتذكرون هذا بمعنى بمعنى أن الوليد حينما يولد يجعل ينتقل آلة التخزية من السرة إلى الفم بعد التكوين نعم بعد التكوين وبعدين ينزل يلتخذ ولا يجعل الله له سنان ما له السنان أول ما يتولد سبحانه الله يمكن أن يجي سنن مثلا بعد سنة ولا بعد وتكون لبنية وتكون لبنية ليه لما يجي يرضع يرضع لا يضر أمه بأثنانه سبحانه الله ليه لأنه مش هيقدر لا يأكل عليها ولا يشرب عليها ولا يعمل عليها وإنما يرضع من أمه فلا يضر أمه بأثنانه ويجعل مص السادي لأن السادي لا يجوز له إلا المص في هذا في هذا فهناك دقة من الله تبارك وتعالى ولذلك ترى العلماء سيدي ترى العلماء شيخ خلال إن حينما ينظرون إلى الأشياء ويرون دقة ألطاف الله فيها فإنهم يخشون الله فيبكون أو يتقربون إلى الله عز وجل تقربا عجيبا وأقول إن شاء الله شيء عجيب جدا 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 جعل عالما استراليا يعني يسلم من دقة ألطاف الله الله تبارك وتعالى قال في قرآنه حينما سمع سليمان النملة تحدث قومها حينما قال الله عز وجل حاكي يدعنا يا أيها النمل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فكان في مجموعة من بعض الملاحدة أو المستشرقين الذين يعني ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى ويريدون أن يتخذوا بعض الثغرات حتى يشككوا في القرآن ويشككوا نعم فوجدوا كلمة لا يحطمنكم سليمان وجنوده وقالوا الحطم بمعنى الكسر يعني أن يكسر والنملة فيها تكسر النملة ليس هناك فيها شيء يكسر يعني لأن النملة معروفة يعني ما فهذا كيف يقول الحق أو كيف يقول القرآن لا يحتمنكم سليمان والتحطيم هذا يكون تكسير والنملة لا تكسر وإنما هي يعني تدعى سلمهم هذا زعمهم ولكن في حقيقة الأمر المعامل التجريبية حينما كان هناك عالم استرالي يعمل تجارب على هذه النملة وكده فوجد أن في تركيب النملة مادة السيليكة التي يعمل منها الزجاج فالزجاج اللي هو مادة السيليكة اللي بيخلل الزجاج يعني يكون قويا فيكسر لو كانت هناك قوة أكبر منه فحينما يقول الحق لا يحتمنكم سليمان وجنوده إنما هذه دقة اللطف والفهم أو العلم دقة العلم في الإنباء عن الشيء ولذلك ما قالش لا يموتنكم سليمان أو لتموتوا منا ولكنه قال لا احتبادنكم والتحطيم يعني التكسير لأن النملة فيها جزء من السلكة اللي هو لا يكون إلا بالكسر وعلى ذلك أيضا أنت ترى هذا النمل في النمل الكبير لما تيجي تتموته أو تلاقي صوت هذا الصوت يعني دلالة كبيرة على هذا الفهم للعامة والشيخ حينما نرى الدقة ونرى الرفق إحنا قلنا اللطف بمعنيين دقة دقة وإيه ورفق والمعاني الأخرى المهم يعني هذان المعنيان هما الرئيسان لإيه اللطف وإحنا تكلمنا عن بعض عن بعض الدقة ولذلك ترى الجهاز العصبي وفي أنفسكم أفلا تبصرون شيء عجيب جدا حتى في اللخمة التي نأكلها اللخمة التي نأكلها هل فكر الناس فيها لو فكر الناس فيها يلاقوا أن هي مرت بمراحل عديدة جدا مرت بمراحل إيه مرت بمراحل البذرة مش كده وبعدين البذرة دي نتزرعت وبعدين الزرع دوان اتراوى وبعدين يعني بالماء وبعدين يعني حصل له رعاية ووقاية وحصل له يعني المهندس الزراعة والراجل دوان دراء وبعدين مش بس كده ده هو حطأ حصل له إيه حصل له بعد ذلك بعد أنكبر حصد يعني حصد الإيه وبعد ما حصد يعني حصل له غربلة دريس ده ما بيقولون الفلاحين حصل له غربلة وبعد الغربلة حصل له طحن وبعد الطحن حصل له حمل وبعد الحمل حصل له عجن وبعد العجن حصل له خبز وبعد الخبز حصل له كذا حتى يأتي لك أنت لقمة مستساغة أن لو نظر الإنسان إلى هذا لوجد دقة اللطف حينما يأتي ويأكل لقمة ثم يقول الحمد لله على الطفل لا حينما أوصل هذه اللقمة إلينا ببياز الاستساغة هذا دوع من أنواع اللطف لا بد أن يفهمه الإنسان لا بد أن يفكر فيه لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يرى العبد ألطاف الله فيه وعلى ذلك نرى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله وغيره يقول في بيان اللطف ومعنيه يقول وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزه ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عزه الشاني إذن لا بد أن نفهمه أن النوع الأول من النوع الثاني سنتكلم عليه في أيضا في طيات هذا الأمر لكن أحب أن أقول إن من جمال اللطف شوف بقى يعني دقة العلم لطف ودقة السمع لطف ودقة البصر لطف ودقة وكبان ربنا تبارك وتعالى في كثير من الصفات الدقة فيها تعتبر لطف من جمال لطف الله بقى على الإنسان حتى يعلم الناس جميعا أن الله يلطف بهم بما لا يشعرون وأنهم بذلك على ذلك لا يشكرون أن الله تبارك وتعالى جعل لنا أشياء في الكون إزاي أن الله أعطى الناس فوق الكفاية فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة إزاي آه يعني ربنا تبارك وتعالى أعطاك فوق الكفاية اللي عنده ملايين هذا مش أعطى الله فوق الكفاية بلاش أنت الآن حتى ونحن بنشتغل أعطاك الله فوق الكفاية فوق الكفاية ليس من المال فقط لا من المال والصحة والولد والدعو النعمة وغير ذلك مع أنه مع أنه مع أنه يعني كلفك دون طاقتك أنت إزاي قال الله تبارك وتعالى جعل لك في اليوم والليلة خمس صلوات المفروضة صح وكانت كم خمسين وأعطاك أجر خمسين وكلفك بإيه بخمس يبقى دوما أعطاك أعطاك فوق فوق الكفاية وكلفك دون الطاقة بلاش كده الصيام جعله الله عز وجل شهرا في السنة في السنة شهرا في السنة وهل من الإمكان أن يصوم الإنسان أكثر من شهرين نعم يصوم ولكن الله كلفك بإيه كلفك بإيه كلفك بدون الطاقة نعم شكده وأعطاك فوق الكفاية يعني صحة من الإمكان أن تصوم شهرين وثلاثة نعم ولكن لم يكلفك إلا دون الآيه دون الطاقة كمان في شيء أخر أعطاك أنت رجل غني لم يقول دص مالك تتصدق بيه وإنما أعطاك ربع العشر ربع العشر يعني كام يعني اتنين ونص في المية مش أعطاك عشرة في المية أي بنك الآن من الإمكان أنه يقول لك لا أنا عايز عشرة في المية نعم أو عايز عشرة الله تبارك وتعالى أعطاك اتنين ونص في المية اتنين ونص في المية دي زكاة ومن الإمكان أن يكون عندك مليارات شوف أعطاك فوق الكفاية وطلب منك دون الطاق الحج جعل حجا واحدا في العمر مرة ومن الإمكان أن تحج في كل سنة أو كل خمس سنوات الناس كثير تسألوا كم حجت يقولك عشرين مرة الله يعني طاقتك أن تحج عشرين مرة ولكن الله أعطاك أو كلفك بإيه دون الطاقة كلفك بحج مرة واحدة وهي الفريضة إذن أعطاك فوق الكفاية وطلب منك دون الطاقة من جمال لطف الله بالمخلوقات أو بالإنسان خاصة أنه سهل لهم الوصول إلى الخلود خلي بالك يعني جعل لنا الخلود في الآخرة بقليل العمل في الدنيا شوف العجب يعني الآخرة الناس حينما تنظر الناس حينما تفكر فيما أعطى الله تجد عجيب لطف لطف الله في الآخرة حينما نبعث كم نمكث من العمر كم ألف ألفين ثلاثة ولا خلاص خلود بلا موت كما أن النبي قد حدث أن الله أو أن الموت سيأتي بكبش ثم يذبح فيقول يا أهل الجدة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت يبقى خلود بلا موت يعني ما فيه الزمن والزمن ده بقى خلاص طلاشة طيب متى يورثك الله الخلود في الجنة بلا موت بإيه أنت تعيش في الدنيا ستين سنة أو سبعين سنة أو مئة سنة تشتري الخلود العام بهذه سنوات بهذه السنوات ويمشي ريت كده وبس بل جعل الله تبارك وتعالى التكليف عند سن البلوغ يعني شيل 14 سنة أو 13 سنة من عمرك شوف لما يعيش واحد ستين سنة وتشيل 13 سنة يبقى عاش كام عاش عاش 47 سنة 47 سنة اشترى وأطاع الله فيها ها أو حتى يعني أطاع الله في 20 وتاب وأنابه رزقه الله خلودا خلودا كبيرا في في الأرض يبقى هو أعطاك ايه أعطاك خلودا بقليل العمل منك ده من جمال لطف الله بنا سبحان الله وكذلك أيضا من جمال لطف الله بنا حاجة عجيبة جدا ناس من جمال لطف الله بنا أن سخر لنا الأكوان دون أن ندفع أجرة أو مقابل سبحان الله الله هو دلوقتي أنت الآن حينما تريد أن تبني بيتا ها نعم لما تيجي تبني بيت ارسق الذي سيأتي لك بالباء مش كده نعم ألا تدفع له حق الماء الذي يأتي بلى البن الذي يأتي يبني لك البيت الرجل نجار الذي يعمل لك أبواب كل واحد يعمل عندك في البيت لابد أن تعطيه أجرته نعم لكن الله عز وجل جعل الشمس خادمة لنا ولم يأخذ أجرة عليها نعم وجعل القمر ساطعا ولم يأخذ أجرة عليه بل جعل عينك تعمل ليل ونهار وفمك يعمل ليل ونهار وأنفك يعمل ليل ونهار دون أن تدفع أجرة عليها وذلك من جمال لطف الله بالإنسان وبالمخلوقات كلها أن لو نظر الناس إلى ألطاف الله ما ملكوا إلا أن يسجدوا لله الواحد من أجل ذلك لا بد أن نفهم أن اللطفة من الله تبارك وتعالى اسم اللطيف يتعلق به كثير من العلماء ويتعلق به كثير من الأولياء ويتعلق به كثير من الناس حتى أن بعض العلماء قال من الإمكان أن يكون اسم الله الأعظم واللطيف ليه؟ قال لأنه خفي لطف خفي وأنه يدخل في كل الأشياء يدخل في العلم يدخل في السمع يدخل في القدرة يدخل في الرزق ليس كل رزق ترزقه فيه لطف كيف؟ يعني من الإمكان أن ترزق نعم مش كده ولا إيه؟ لكن يكون اللطف منزوع منه شوف كيف إزاي يعني يبتليك الله مثلا ترزق بولد يطلع عينيك نعم مش كده ولا إيه؟ نعم صحيح ترزق بمال يكون وبالا عليك صحيح ولكن حينما ترزق بالولد ويكون برا بك يلطف الله تبارك وتعالى بك حينما ترزق بالمال رزقه ولذلك فيه انفصالية بين معنى الرزقية وبعنى اللطفية معنى العلمية ومعنى اللطفية في العلمية وهكذا وعلى ذلك لابد أن يفهم الناس هذه النكتة اللي هي الدقيقة العلمية يعني التي واجب عليهم أن يفهموها كلها نعم طيب شيخ قبل أن أنتخل أو حضرتك تسألنا أي سؤال آخر إذن لابد أن نلخص معادلة اللطف لللطف معادلة آلهة معادلة إيه هي المعادلة قال قال لطيف وهو الله مش كده نعم وملطوف به وهو الإنسان مش كده نعم وبعدين لطف وهو الشيء الدقيق الخفي أو الرفق الذي يحدثه من اللطيف للايه للملطوف وبعدين طريق اللطف لأن طريق اللطف يختلف في العلم وفي غيره نعم وبعدين أسباب اللطف مش كده وليه كيف يلطف الله بنا ليه إزاي يلطف بنا نحن نريد أن يلطف وهل وهل اللطف يتوقف على أسباب أبلا هذه الأشياء كلها عناصر اللطف إلا أن التأخير يعني سبب لا بس نذكر بالمعادلة يعني معادلة اللطف أن هناك لطيف نعم وهو الله سبحانه وتعالى نعم ملطوف به وهو المخلوق نعم سواء كان الإنسان أو غيره لأن الله يلطف أيضا بالملائك نعم ويلطف أيضا بالجن نعم لاش تعال هنا حينما حينما يعني أنبينه في النوع التاني في اللطف أن الله تبارك وتعالى قال له معقبات من بين داي ومن خلفه يحفظونه من أمر الله نحن الآن نمشي والجن يرون إنهم يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم والرأي قوي على من لم يرى صحيح يعني الإنسان لم يرى الجن صح والجن يرانا الآن فحينما ترانا حينما لا نرى وهو يرانا من الإمكان أن يأتينا من أمامنا فيضربنا صح صحيح أو من خلفنا فيضربنا أو يجيب مسدس وتقي موتنا كلنا يبقى ما فيش بشر في على الأرض ويعلو الجن مش كده مش ممكن كده صحيح صح طيب ما الذي يمنع البشر الجن أن يميت البشر جميعا اللطيف حينما تنظر فيدي تحتاج إلى حلقة بدون مبلغ شيخ يعني قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب قال أيضا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فهل يعتبر شيخ تأخير رؤيتنا لله عز وجل في الدنيا من لطفه فينا بسم الله الرحمن الرحيم أكبر لطف بنا من الله تبارك وتعالى أن جعل يعني رؤيتنا له في الدنيا حجابا سبحان الله ليه لأن 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 التكوين البشر الآن لا يستطيع أن يرى إلا مثله نعم ولو رأى لو رأى جنسا غيره فإنه يحدث له يحدث له التعب هذا عليه دلالات كثير قبل أن أتكلم مع الله يعني في رؤية الله مباشرة نأخذ على من على سيدنا النبي صلى الله سلم سيدنا رسول الله صلى الله صلى الله لما جاءه الملك جبريل عليه السلام نعم وهو في الغار وهو في الغار نعم وبعدين سد عليه الأفق وبعدين غطه يعني وأخذ بتلابيب ثوبه وقال يا محمد اقرأ شوف النبي يقول ايه صلى الله الله يقول فهمت على وجهي يعني وخفت على نفسي يا خديجة خفت على نفسي يعني ايه ايه القصة ايه القصة حصل رعب ورعب شديد حتى جاء الى السيدة خديجة امنا ام المؤمنين رضي الله عنها وقال ايه زملوني زملوني دثروني دثروني وخاف خوف الايه ان تزيل هذا الرعب من ايه من طب دا النبي صلى الله عليه وسلم طب شوف عند التقاء جبريل بعد ان عرف النبي بعد ان عرف يعني كان يطلع على شاهق الجبل ويرى جبريل يقعد على كرسي راسه في السماء فوق رجله تحت الافق فيخاف منه فيقول يا محمد انت رسول الله وانا جبريل فلما اطمأن سيدنا رسول الله ان دو وانوحيوا من الله وانا دا جبريل وانا دا كذا وانا دا كذا حينما يلتقي جبريل مع سيدنا رسول الله شوف ماذا يحدث تقول السيدة عائشة وكان انجابين النبي صلى الله مهات فصدوا عرقا في اليوم الشديد البارد لما يلتقي جبريل مع مين مع سيدنا رسول الله رواه البخاري حتى تكلم الشيخ ابن حجر العسقلاني في ذلك في فتح البارد واستفاد في ذلك اذا عملية التقاء او رؤيا الانسان مخلوقا اخر غيره مختلفا عنه تدخل الرعب في قلب الانسان لانه ليس مهيئا ان يرى الاوال وعلى ذلك حتى من السادة المستمعين او السيدات المستمعات لو اي واحد في بيته في بيته وجه مثلا زوجته او زوجه او يعني زوج المرأة او حتى ابنها وهي وقفة في المطبخ وقالها بخ بس بخ كده هتلاقيها تطططت في المطبخ وكذلك الرجل حينما ييجي واحد من وراك كده ويخضه هتلاقيه نفس القصة اذا فما بالك اذ رأينا جنا جن ورأينا جنا على صورته بل فما بالك اذ رأينا ملائك على صورته كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركيبة الانسان الان لا تستطيع ان ترى ما هو اكبر منها فضلا ان ترى من الله ولذلك نرى ان الله تبارك وتعالى لما طلب منه سيدنا موس شوف سيدنا موس الذي فعل ايه لما لأ رجلان هذا من شيعة وهذا من ايه من عدوه فقال فاستغاثه الذي هو من شيعة على الذي هو من عدوه فواكزه موسى فقضى عليه شوف قوة موسى بقى قوة موسى يعمل للراجل بيده كده بس بيده بس الراجل مات شوف قوة موسى بقى شديدة جدا صحيح ولكن موسى اراد ان يرى الحق تبارك وتعالى فقال رب ارني انظر اليك الله تبارك وتعالى ما منع ما منع موسى من لطفه منع حرمان وانما منع موسى منع لطف وليس منع حرمان هذه نقطة مهمة جدا خطر هذه اخطر ما يمكن دي اخطر ما يمكن اخطر ما يمكن ان نرى ربنا في الدنيا واخطر ما يمكن ان لا نرى ربنا في الاخرة نعم شوف حتى يعني يعني يتضح الامر يعني الطف ما يمكن ان لا نرى الله في الدنيا و يعني اخطر ما يمكن والطف ما يمكن ان نرى الله في الاخرة نعم شوف كيف يعني شوف العكس سبحانه الطف ما يمكن ان لا نرى الله في الدنيا وألطف ما يمكن أن نرى الله في الآخرة اتنين متضادين ألطف ما يمكن أن نرى الله في الدنيا ألطف ما يمكن معايا؟ طيب وألطف ما يمكن برضك ألطف ما يمكن أن نرى الله في الآخرة طب والفرق إيه؟ قال الفرق أننا في الدنيا وأننا في الآخرة طب ازاي قال تركيبة الإنسان في الدنيا ستختلف عنها في الآخرة حتى سيدنا موسى كما قلنا قال ربي أرني أنظر إليك فمنعه الله الرؤي وقال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقة شوف خر موسى صعيقة من انعكاس رؤية الجبل لله يعني انعكاس رؤية الجبل لله يعني شيء غير مباشر فما بالك إذا رأى موسى ربه بشيء مباشر ماذا كان يحدث لموسى يبقى كان مش يخر صعق لا ده كان ينتهي بأنتهاء كامل ولذلك لما قال ربنا لن تراني أي لن تراني يا موسى في الدنيا بهيئتك التي أنت عليها وعلى ذلك نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى موسى طلب منه الرؤية فمنعه منع لطف لا منع حرمان والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب الرؤية النبي ولكنه هناك خلاف بين العلماء فهل رأى النبي ربه عند صدرة المنتهاء أم أنه لم يرى ربه ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماوات العلاة في المعارج المعراج لما أراد أن يصعد ماذا فعل الله به شق صدره شق صدره عند المعراج وهذا حديث ثابت ليه؟ أن ليهيئ النبي صلى الله عليه وسلم للصعود إلى السماوات وحتى يصل إلى صدرة المنتهة إذن سيضع الله في خلقتنا يوم القيامة ما يتحمى جعلنا نتحمل لرؤية الله كالبدر إيه؟ كما نرى القمر ليلة البدر يبقى من لطف الله أن لم نره الآن لأن لو رأينا الله عز وجل يا أخي بلاش كده بعض الناس الذاكرين لله عز وجل يأخذ اسم من أسماء الله ويقول يا لطيف يا لطيف ما سهل يعني أو يذكر يعني فتحدث أنوار من الله تبارك وتعالى بهذا الذكر أو لا إله إلا الله يحدث أنوار والمحل يعني الإنسان نفسه ليس محلا لهذه الأنوار ولكن أنوار الذكر هناك أنوار للذكر بذاته وهناك أنوار للنفس معايا محل يعني مثلا أنا أريد منك أنا راح أشتري أشتري من مطعم شيء مثلا فبأخذ طبق مثلا بقول له حطي لي هذا مثلا لحم كذا مش كده أو لا إيه طيب لو أنا مش معايا الطبق دوا هل يستطيع الرجل أن يعطيني رز لحم في لدي سندويتش يعني لا لا مش سندويتش يعني أنا عايز رز لحم ما ينفع مش كده ليه لأن المحل ليس قابلا لما إيه لما سيكون فيه صحيح 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 فالذكر له أنوار نعم هذه الأنوار لابد أن تسقط على إيه على محل يتحملها نعم بصورة أخرى مثلا أنا عندي لمبة 250 فولت وعندي فيشة كوبس كوبل ها يعني فيه 1000 فولت أروح حطت الفيشة بـ 250 فولت في الفيشة اللي هي ايه 1000 فولت ماذا تفعل اللمبة تنفجر تنفجر ليه قال لأن هذه ليست محل للأنوار الفولتية اللي موجودة في الكوبس مش كده ولا إيه نعم فالذكر له نور هذا النور هذا النور كبير فلابد إذا ذكرت أن يكون لك محل أن تستقبل أنوار الذكر الذي ذكرته جميل مش كده ولا إيه جميل فلما تذكر أكثر وأنت ليس لك محل يستقبل هذه الأنوار يعمل إيه تحصل تضرب تضرب يعني إيه يعني دماغك يصير له فيحصل دروشه ولذلك يقول لك هذا إيه هذا درويش درويش يعني إيه يعني حصل له جنين بعض الجنين دماغه حصل له يعني ولذلك إنت لما ترى الدرويش كثير من الناس درويش لا لأنهم عصات لله ولكنهم ذكروا الله بغير إيه أخذوا على أنفسهم أن يذكروا الله ذكرا ليس موجهة ثم بعد ذلك حصل في دماغه ولا مبنيا على أدلة صحيحة ولا مبنيا على ولا ما فيه حتى شيخ يرشيده ولا فيه أي شيء هكذا فقط أخذ أخذ كذا فحصل أنوار الذكر أتت إليه لأن للذكر الذاتي أنوار فأتت على دماغه حصل له إيه حصل له اللبس ده حصل له الدرويش من أجل ذلك لابد أن نفهم أننا إذا رأينا الله ونحن بهذه السورة فنحن لسنا محل لرؤية الله تبارك وتعالى على ما نحن عليه هناك نقطة مهمة شيخ يعني اللي هي لما ذكرت قصة سيدنا موسى مع فرعون هناك آية تقول اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يخشى يتذكر أو يخشى يتذكر أو يخشى نعم شيخ يعني كيف نستفيد من هذه القصة في توضيح معنى لطيف خاصة في مجال الدعوة إلى الله عز وجل حيث أن الله أمر سيدنا موسى وهارون بدعوة فرعون على الرغم من طغيانه وكفره بالقول اللين نعم صحيح هو هنا هنا لابد أن نأخذ بميزان الإسلام في الرفق وفي الدعوة ميزان الإسلام في الرفق والدعوة ميزان فيه وسطية بمعنى أن الله تبارك وتعالى بيّن ذلك في قرآن كما قلنا سابقا حينما أراد الله عز وجل أن يفهم عباده أن حينما ينظرون إليه بأنه لا يطمع أحد في رحمته فيعصيه ولا يخاف أحد من جبروته فييأس منه فقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يبقى عمل إيه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ولو سكت كان معظم العصاص يطمعون في رحمة الله وغفرانه وتلاقي عصيان كبير ولكن هذب النفس وقال وأن عذابي هو العذاب بعض الناس أخذ صدر الآية ومشوا أنك ربنا غفور الرحيم ولم ينظر إلى عجزها إلى آخرها وبعض الناس فضل وبعض الناس أخذ آخرها ولم ينظر إلى آخرها فخاف فضل أيضا تعب وقال له اكتئاب وقال له ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبين رحمته للناس حتى لا ييأسه وأراد أن يبين جبروته للناس حتى لا يطمعون فيه من أجل ذلك نرى الوسطية حتى في الدعوة يأتي موسى إلى فرعون يذهب ويقول له خلي بالك لما يقول أنا ربكم الأعلى ما تعدش تشتموا بقى وتقول كذا وكذا 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 لا خلي حط في دماغك إنك لما تذهب إليه لابد أن تتكلم معه قولا لينا لقول اللين حينما ننظر إلى القول اللين مش معنى ذلك أنت حبيبي يا فرعون لا مش معنى ذلك كذا القول اللين الذي فيه حقيقة الأشياء ولذلك لما قال وإني لأظنك يا موسى مسحورة قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورة يعني هالك الله تفندا من القول اللين ما قاله حينما ننظر إلى مجال الدعوة لا بد أن نأخذ كل الأدلة في رؤوسنا حتى لا نكون أنصف علبة الله تبارك وتعالى أمر كل الدعاة أن يقولوا بلطف وبلين وهذا اللين يابد أن يكون فيه حقيقة الأشياء وحقيقة الوحدانية وحقيقة أن الأمر كله لله عز وجل سبحانه فإذا رأيت عنادا وإذا رأيت لا يجعلن كذلك أن تقول له قول فيه سفاءة ولا شت ولا تأخذ منه كذا ولذلك بعض الناس أتى لبعض الأمراء من السلف يقول له مش عارف اتقي وأغلز عليه في القول فقال له يا هذا يا هذا إن الله أرسل من هو خير منك إلى من هو يعني أفجر مني أرسل موسى أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لي التشنج في الدعوة ليس مطلوبا وكمان كلما ازداد الإنسان وعلما كلما ازداد الإنسان لينا ولطفا وكلما ازداد الإنسان معرفة بربه ومعرفة بالناس وعلاقة الناس بربهم كلما ازداد لطفه على الناس وكلما عذر الناس من أجل ذلك أقول للدعاء لا لا يجوز أحد أن يدعو إلى الله إلا بعد أن تكمل آلات الدعوة فيه ليه لأن بعض الناس كما قلت يخلوا الإسلام كله فرح وسرور وبعض ينسى الجانب الآخر وبعض الناس يخليه موت كل شوية يتكلم على الموت كل شوية يتكلم أنت عملت إيه ربنا يخرب بيتك أنت لو عملت كده هيحصل كذا هيحصل كذا فيأس الناس فتقل الإنتاجية في الدنيا ولذلك احنا قلنا قعد زمان قلنا لابد أن يفهم الداعي والمسلم العادي أنه بين وسطية اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا الداعي الحقيقي هو الذي يأخذ هذه الوسطية فلا يأس الناس ويقنتهم من رحمة الله ولا يطمع الناس طمعا يعني يجعلهم يعصون الله تبارك وتعالى وهذه هي وسطية الدعوة وكما قلت كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد رفقا ولطفا وكلما علم أن لكل واحد كلام يعني ما ينفعش رح أقول للأمير يا خد كز عملت كز لا لابد أن أحترم قدر الله فيه ولابد أن أفهم أحاديث رسول الله في ولي الأمر حينما لا أحدثه أمام الناس وحينما أحدثه بالرفق والليل وحينما أذكره بأيام الله وحينما أجعل قلبه يلين على الرعية وأجعل قلبه يصل إلى الله هذا الأمر يحتاج إلى إخلاص عز في هذا الزمان أن نجد ولذلك نجد افتراق كبير أو يعني فرق بين أهل السياسة وأهل الدعوة بعض الناس الدعاء يجعلون أنفسهم حكاما على الله لكن نقول لا لا بد أن نفهم نعرف قدر الله في الإنسان أنت الآن رئيسي فأنا أحترم قدر الله فيك أنك رئيسي ما قلش شمعنا أنت بقيت رئيسي وأنا لا مش رئيسك إذن الدعوة إلى الله أفهمها الله موسى وغارون نعم وقال إياك أن تفهم أنك رسولي أن تذهب إلى فرعون وتقول له لا دا انت كافر ما ينفعش الكلام نعم نسأل الله تعالى شيخ أن يجعلنا من الدعاء يعني الليينين اللي يعني يأمرون بالمعروف اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم جميل إذاك الأخير شيخ يعني الوقت برنامجنا لهذا اليوم انتهى ولا يسانى في النهاية باسمكم مستمعي الكرام إلا أن نشكر فضيلة الشيخ وأنه أعتزر لأنه بطفي فيه كلام كثير أعتزر عن التأكير يعني ما قصرت يا شيخ وبارك الله فيك وأثابك الله إن شاء الله ونكون استفدنا بإذن الله تعالى مستمعيين الكرام نحن وإياكم بمعروف